وقد تصل هذه التركمة المطرية إلى كأقصى تساقطات مطرية على مراتها قد تصل إلى ميو وخمسة عشر ميلي متر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناة نتقص الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر ثورة عبر الوطن أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام تقص صراحة غير متوقع تقص يفاجئني صراحة ولله الحمد ويفاجئ المغاربة بعودة الأمطار والتلوج مع تغييرات قوية ومفاجئة والطربات الجوية من المستوى البرتقالي وتساقطات مطارية قد تصل إلى أزيد من مئة ميلي متر كتراكمات للأمطار وسنعطيكم كذلك المناطق المعنية وأمطار سوف تستمر هذه التربات الجوية لعدة أيام بإذن الله وسوف تشهد المملكة أمطار الخير غير مسبوقة خصوصا في هذا الشهر أخواني الكرام شهر أكتوبر قبل لأخذ التواصيل بغيت رب يحفظكم بخوتي بغيت أي شخص في هذا الفيديو اعمل لنا لايك واتلق لنا شيء آآ شيء كلمة في الكومنترات خلينا شيء تعليق محفز لكي نستمر في النشر المزيد وكذا كنتي أول مرة كنت شاهدت القناة من ستاشترك في القناة في عزيز الجرس فالمهم أخواني كرام مرحبا بكم في هذا الفيديو القصير أده نعطيكم آخر التوقعات والمستجدات بزيف دي الإخوان كيقول لي قدمنا تراكمات الأمطار إن شاء الله قد نوليك كل الفيديوهات قد نقدم لكم تراكمات الأمطار كمية الأمطار متوقعة أن تكون في هذه الأيام خلال هذه الأيام إن شاء الله بإذن الله فالإضطرابات الجوية ستبدأ من خلال هذه الأيام وسوف تستمر لعدة أيام إن شاء الله بحول الله فدروري جدا مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل المهمة لأن تفاصيل مهمة مهمة جدا إخواني كرام بالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله الثلاثة 22 أكتوبر فهي توقع أن تكون الأجواء غموما مستقر محتمل بعض قطارات ربما على العيون والمناطق المجاورة سنرى إخواني كرام هل الأجواء تم غائمة أما هناك بعض الزخات المطارية قد تصل إلى المطار قليم جنوية المكاء لكن ضعيف مع أجواء غائمة خلال فترة الصباح على السواحي الغربية لكن بدون الفعالية من ناحية الأمطار إخواني أهل كرام توقع السحوبة عابرة منخفضة جدا ربما تشكل بعض العواصف وبعض التساقطات الرعدية لكن تضعيفة جدا خلال توقعات يوم الأربعية توقع تكونات رعدية غير متوقعة بتساقطات مطارية رعدية محتمل العديد من المناطق المملكة على ناطق إفران وخني إفراؤزا وتشيخ وتنفيت وإيميل شيل وخريب دا تقالع سرغنوب بن قرير وليوسفية وكذلك مراكوش ومناطق إشبشاون وإيمين شانوت وتساقطات حاضرة إن شاء الله على المناطق على البروج وخريب قا وهذا بالفوسفات وواتزم أمطار تبقى رعدية إخواني الكرام كما تعرفون في العواصف الرعدية تعرفوا تغييرات كبيرة بالنسبة لشمال أقليم جنبي المكان قد تعرفوا بعض المناطق كتابرت وتزنيت بعض الزخط الرعدية لكن تبدو ضعيفة خلال الفترة الليل سوف تتمركز هذه الأمطار الرعدية القوية جدا على مناطق قلعة سرغنة وكذلك بن ملال وزود الشيخ وواتزم ومناطق وكذلك أمطار الخير متواصلة خلال يوم الأربعاء لدي المناطق وكذلك مناطق تتعرف تساقطات مطرية جد مهمة بحول الله خلال يوم الأربع أما بالنسبة ليوم الخميس فيتبقى استمرار الأجوال غير مستقرة على العديد من المناطق المملكة التي سنقدم لكم في هذه التساقطات مطرية محتملة إن شاء الله على المناطق التالية على ماتق أكنولو وساكا وشفشاون وتازا كذلك سكورة من تازو إفران ومكناس والماس وزود الشيخ بن ملال وخريبقا والبروش كذلك ماتق أزلال وتميت وإيميل شيلو أسولو أزلال وتومفيت وقد تختلف قوة هذه الأمطار من المنطقة إلى الأمطقة لأن العواصف الرعدية قوية قد تعرفها بعض المناطق مناطق هداب الفوسوات خلال أيام القادمة فتشير نماذج التقص العالمية لعودة المنخفضات الجوية القطبية المحملة بالتلوج والأمطار الغزيرة الغزيرة وإن شاء الله فلنرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا توقيت دخول هذه الأمطار والمناطق المعنية وكمية الأمطار متوقعة بإذن الله خلال يوم الجمعة يتوقع الأجواء أن تعود للطرابة الجوية على الواجهة المتوسطية التي تبدأ ضعيفة خلال يوم الخمس فترة الصباح يتوقع دخول كذلك الطرابات وأمطار الخير على مناطق توقع أمطار ضعيفة إلى متفرقة وكذلك الخمس والحاج وآسفي والوالدية والدفرج الجديدة فقط مجرد بداية المنخفضات الجوية ما زلنا إخواني ما وصلنا ليه فقط هذه إخواني كرام بدايات للتساقطات المطارية على الدار بيداء برشيد القارة بن سليمان والرباط وكذلك الخميسات وستي سلال التازي وستي سليمان وقرية ابو محمد وتاونات وتهلة ومناطق المكناس إن شاء الله سنعطيكم تراكمات الأمطار إن شاء الله خلال الأيام القادمة لتعرفكم كمية الأمطار متوقعة بإذن الله خلال الفترة المساء أمطار والزخات الرعدية سوف تشمل عديد من المناطق المملكة فمازال منخفض القضوين مازال مدخل إخواني كرام هذه مجرد تساقطات مطارية محتملة خلال الأيام القليلة قادمة أمطار الخير متواصلة على ماتق بركان والناظور والحسيمة والتريوش وإيساق وكذلك كشف الشاون وإيفران وتاونات وقاريت بو محمد وفاس وتهالة وتازة ومكناس ومناطق إيفران سكورم التاز والرماني وبسليمان والطار بيدا والقارة وبرشيد وستاتو زود الشيخ وبن ملال وإيملشيل وأزلال وأقادر بواشيبو ربما قلع السراغنو سيدي بواشمان ومراكشو أمزمزو وكيمدون وإيمان تانوت وخميزو أدلحاج وآسفي أمطار جد معتبرة ورعدية محتبلة خلال توقعة الأيام القادمة وثم فترة المساء أمطار جد معتبرة غزيرة محليا على بو عرفة وتندرأر ومعتركة وطلحاج ومناطق جرادة وعاطف إن شاء الله وبركان ووجداء ودري وش أمطار أرادية معتبرة ومطار معتبرة على ماتق مرتفعات الحول خلال يوم الأحد يتوقع إن شاء الله تكون اضطربات جوية محتملة خلال يوم الأحد في فترة المساء أمطار عاصفية وغزيرة ستبدأ على مناطق بو عرفة إن شاء الله ومناطق وطلحاج وميسور مع اعتمال تسقطات تلجي على الهضاب العلية الشرقية ومطار الخير المزاة متواصلة على وجدة بإذن الله مناطق تطوان والعنائش وطنجة وعاصيلة وكذلك ماتق شبشاون واللميمونة أمطار الخير المتواصلة لقرية بو محمد وفاس وسدي على التازي وسيد سليمان وتازة وتهالة ومناطق مكناس الخميسات والرباط والرماني والسالة والمحمدية والطربدة والسخيرات ومن سليمان الجديدة أرمانيو والماس وكذلك تساقطات تلجية على المرتفعات أمطار حضر على ميسور وكذلك الريش وقراما وأسول وإيملشيل وأظلاء الأمطار تساقطات تلجية معتبرة ورجوعات شرقية قوية خلال توقعات الماسة إن شاء الله فوقع أن تستمر ذات التلوج الكتيفة على مناطق ميدلت وتنفيت وزود شيخ وخنفرة وكذلك مناطق إفران وتقص المفاجئ واستثناء أمطار حاضرة إن شاء الله على مناطق آسول والراشدية بإذن الله وأمطار الخير على زود شيخ ونفرة وبن ملال على سلاغنة بن قرير وسيد بوجمان سيد بن نور الوالدية وآسفي والجديدة وبرشيد والطاربيدة كذلك مناطق القارة والرباط إن شاء الله والخميسات وسيد سليمان وقرية ابو محمد وتازة وإفران وفاس ومكناس وتازة والحسين موبر كان ووجده وجرادة وتندرارة وبعرفة والهذاب العليا الشرقية ستعرف تساقطات مطارية إن شاء الله وتلجية معتركة كذلك المعنية وواضز خلال إن شاء الله فترة الصباح من يوم الاثنين تمانية وعشرون أكتوبر أمطار وتلوج متواصل الهذاب العليا الشرقية بشكل غزير وكتيف أمطار حاضرة على قل الساغنة قدير باشيبو وبن ملال أزيلة زود شيخ تنفيت إيميلشيل تلوج كتيفة على مناطق إن شاء الله ميدلت وتنفيت إيميلشيل والرشيدية والرئيس ستعرف أمطار الخير كذلك على مناطق قراما وبعرفة وإقليم فيه تساقطات حاضرة على تندرارة ومعتارة كوطة الحاج وهذاب العليا الشرقية ستعرف تساقطات تلجية مهمة ومناطق تهالة وتازة قرسيف وعاطف أمطار الخير متواصلة كذلك على جرادة ووجدة اضطرابات جوية قوية من المواقع الأرصاد الجوية فتسيل تساقطات مطارية محتملة بدخول منخفة جو قطبي سيدي الأمطار وتساقطات تلجية كذلك اضطرابات متواصلة على الماتق دريو الساكة وإيقنول الناظور الحسيمة وتطوان وكذلك تنجة وسبتة وفنائد قوى المذيق والمناطق المجاورة إن شاء الله كذلك في فترة المساء أمطار الخير مزالت متواصلة بإذن الله على الماتق الرباط والضرب بعض الأضطرابات الجوية الخفيفة والأمطار خير مزالت متواصلة مع التلوج الكتيفة على الماتق المشيل وكذلك مناطق تبانت وأزلال أقدر وشيبة ومن ملال زود الشيخ ومناطق كورامة والريش وميدة وتطلحاج وسكونة متاز عاطف وقرسيف وتهلة والتازة وكذلك مناطق دريوش والحسيمة والناظور وبركان ومناطق تنجة إن شاء الله أمطار خير مزالت متواصلة ومستورة يوم الثلاثة كذلك بتلوج كتيفة على مرتفعات الأطلس على المرتفعات ماتق تبانت وإيميل شيلو أسول أمطار حاضرة على ماتق الاستغناء مراكش سيد بواجمال بن قرير بن ملال زود الشيخ نفرا وكذلك ماتق إفران مكناس الخميسات والطربات الجوية متواصلة قرية أبو محمد وفاس أمطار خير مزالت متواصلة على الجهش ترقي بشكل عاصفي وغزير من المستوى البرتقالي أمطار حاضرة على ماتق بركان ووجدة والسعيدية والناظر وكذلك الدريوش وساكة وعاطف أمطار متواصلة على ماتق معتركة إن شاء الله أمطار الخير ما زالت متواصلة خلال فترة المساء أمطار جد معتبرة كذلك وغزيرة متواصلة مع تلوج على الراشدية وميدلت وتنفيت والريش وقراما وميسور سكورم التاز وإيفران وفاس وتهال وسكورم التاز قرية ابو محمد وكذلك مناطق تاونات وإيساغ والحسيمة وشوشاون ويتوقع إن شاء الله خلال فترة المساء الطرابات جوية متواصلة بإذن الله على العديد من المناطق المملكة وخصوصا منها الواجهة المتوسطية على الناظر والحسيمة التريوش وإيساغ وتاونات والزال اللميمون العرائج سدعال التاز قرية ابو محمد وفاس يوم الأربعة الطرابات الجوية مزاعت متواصلة أقص الشمال على المملكة بإذن الله بنسبة كذلك سألقي نظرة يخونا الكرام كما تشاهدون محتمال تقدم الخفض جوي آخر كما تشاهدون فاخير كبير بإذن الله قادم إلى المملكة نسأل الله التبات والحمد لله على كل حال سألقي نظرة كذلك على تركمة الأمطار وبعد ذلك سألقي نظرة على النموذج الأمريكي كذلك في خلال الأيام القادمة بالنسبة لتركمة الأمطار إخواني كرام تركمة جد جد مهمة سوف تعرف المناطق قليلا بالشرق للمرتفعات وأقصى شمال المملكة وقد تصل هذه التركمة المطرية إلى كأقصى تساقطات مطرية على مناطق قد تصل إلى مية وخمستاشر ملي متر كتركمة للأمطار وفي الشمال قد تصل إلى أزيد من ذلك ربما تصل إلى مئة وعشرون وأزيد من ذلك إخواني الكرام قد تصل إلى مية وعشرين ملي متر بنسبة لجهة شرقية بنسبة لجهة الدار بيضاء قد تصل بين ثلاثين ملي متر مناطق الوسطى قد تصل إلى خمسين ملي متر مناطق الجهة شرقية قد تصل إلى بين ستين أو ثمانين ملي متر المهم أمطار الخير قادمة بقوة إلى المغرب أسأل الله تباعت لهذه الخير